تشوف الأرمضة اللاعبين لفريق السنغالي والمجموعة لفريق المصري أنا أقول كيروش هو اللي فاز التكتكيين فاز التكتكيين وين منع المنتخب السنغالي من تسجيل أداف من الضغط الكبير اللي ربما سواه في الربع ساعة الأول خاصة من طرف دوبلات تلك الجهاليوسر السيسي والضاير الأيصر والجهاليومنا صار وين يعني عذبوا سواء عبد المنعم أو فتوح اللي يعني ربما المقابلة تعليم ما ينسوهاش في خاصة في 35 دقيقة الأولى وين يعني معظم اللقطات كانت من الجهاليومنا والجهاليوسرى بعدين عرف كيفاش يمتص يعني تطيب المقابلة كان يعرف كيفاش يخرج الكرة من جهة إلى جهة ويربح الوقت وماشي في بداية الشرط الأول كله وجاب الشرط الأول وين يعني أنهاب سفر مقابلة سفر الشرط الثاني نفس الشي وين كانوا بعض التغييرات تاكتيكية وتغير اللاعبين وين أدوا مقابلة كبيرة في الشرط الثاني الفريق المصري ومشا شوية الأمام وين كانت عنده فرصة أو فرصتين للتسجيل خاصة من طرف صلاح أنا أظن بلي اليوم المنتخب المصري التاكتيكيين كانواقف يعني بالفرق ما بين الفرديات الموجودة فوق الميدال في المنتخبين لهذا احترام كبير للمدربين وخاصة لكيروش اللي لوصل هذا المنتخب يعني من خاصة من ثاني مقابلة إلى الدور النهائي بهذا المنطق وبهذا يعني الاستراتيجية اشتركوا في القناة